اهلا بحقاكم مشاهدين الكرام في لقاء تجدد يوميا مع برنامج همزة وسط حلقة اليوم سنفتح احد اهم الملفات الاجتماعية حقيقة في اطار التوجيهات رئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه كافة اوجه الدعم والرعاية للأسر الاولى بالرعاية بتقوم العديد من الوزارات والجهات في مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بعمل حملات ومبادرات لتوجيه اوجه الدعم لهذه الأسر في مختلف محافظات الكتر المصري الحقيقة في مبادرة هي مبادرة بالوعي مصر بتتغير للأفضل هذه المبادرة بتقوم بيها وزارة الشؤون الاجتماعية لتوجيه الدعم وتحقيق الحياة الكريمة لمختلف الأسر الاوجهة بالرعاية من خلال تقسيم هذه الأسر وتحديد أماكنها وتحديد أوجه الدعم المطلوبة لهذه الأسر هذه المبادرة بدأت بالفعل في وزارة بدأت في عفو المحافظة الدقاهلية وبتوجه إلى هذا الجانب أو هذه الفئة من الأسر هذا الملف سيدور النقاش حوله في حلقة اليوم ولكن قبل أن نبدأ في استقبال المدخلات الهاتفية دعونا نتعرف بخلال التقرير التالي حول هذه المبادرة وسيكون سؤال الحلقة في إطار حملة بالوعي مصر بتتغير الأفضل كيف تعمل الدولة على كل أوجه الدعم للأسر بالرعاية حملة بالوعي مصر تغير الأفضل ما جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بننتظر دائما المشاركات حضراتكم حول هذا الموضوع وأي تساؤلات نطرح أيضا على ضيفنا من خلال المدخلات الهاتفية نتابع الآن التقرير حول هذا الموضوع سيما نبدأ النقاش بكم معنا في إطار تنفيذ توجهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تنفيذ العديد من الحملات والبرامج الاجتماعية وتنفيذا لتكلفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تدشين المرحلة الثانية من حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لينطلق قطار المرحلة الثانية من الحملة من محافظة الدقهلية تستهدف الحملة تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال حصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم تشمل التدخلات تقديم مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية وبرنامج مصطورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي ويشمل محور التمكين الاقتصادي تقديم المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص تقدم الحملة برامج الحماية الاجتماعية وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج الدعم النقدي المشروع التكافل وكرامة عن تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية وأهم القضايا التي تضمنها برنامج وعي للتنمية المجتمعية والتوعية بالألف يوم الأول للطفل وأيضا استهداف مشريف الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة وعرض النماذج المطورة للحضانات وتقديم عرض مصرحي يتضمن أهم رسائل التوعية شاهدنا بعد أن تابعنا التقرير تعرفنا على بعض الأوجه وجوانب الدعم التي توجهها الدولة لمختلف الأسر الأولى بالرعاية من خلال حملة بالوعي مصد تتغير إلى الأفضل وهي المرحلة الثانية من هذه الحملة نبدأ في استقبال المدخلات الهاتفية ونتعرف على المزيد حول هذا الموضوع وينضم إلينا دكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم دكتور صلاح تحياتنا فلا مكتب الخير يا فندم أهلاً أهلاً يعني دكتور بداية كيف ترى أوجه الدعم المتعددة التي توجهها الدولة للأسر الأولى بالرعاية من خلال عديد من المبادرات والحملات المعنية بالجانب الاجتماعي نعم يا فندم طبعاً يعني فيه جهود كبيرة بتفزلها وزارة التضامن الاجتماعي فيه تكتور مع قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري يمكن هذه الخدمة يتم تسويقها من خلال مبادرات مجتمعية بتشمل عدد كبير جداً من المحافظات والقرى البعيدة والأحياء أو في سبوب القيوب الحضارية يمكن يتبقى الزهرة وبعيدة عن حكومة بشكل كبير من سنوات طويلة في إطار المبادرات المجتمعية حياة كريمة بتتكامل وزارة التضامن من خلال تكون خزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطن المصري وخاصة القصة بالمحافظات الداخل وهنا بنطلق المرحلة الثانية أو الوزارة بتطلق المرحلة الثانية من مبادرة المبادرة الوطنية مصر بتتغير بالوعي أو مصر بالوعي بتتغير ولكن هذا علشان نقدر نرفع وعي المواطن المصري بحزم الخدمات التي تقدمها ليس فقط مزeres الاعتبار والاضم أنها ولكن الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة المصرية لمحافظة الداخل الإطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة يعني دكتور أهمية المرحلة إطلاق المرحلة التانية وما يمكن أن تضيف هذه المرحلة من العديد من أوجه الرعاية طبعا في مجالات مختلفة مجالات علمية تربوية وصحية ونفسية علاوة طبعا عن المساندة المجتمعية طبعا ونقل تضامن أطلاقة هذه المبادرة العام الماضي وكانت بدأت من فائد مصر ومحفظ بن سويف وكانت بتركز على الجانب التسقيفي والجانب المعرفي للأسر المحدود الداخل في مجموعة من الرسائل تجواجد حوالي 12 رسالة ثوائية بتبثوها وزارة التضامن للأسر المصرية طبعا متعلقة بالحق من الزيادة السكانية لا للإدمان لا لعملت الأطفال لا للزواج المبكت للفتيات لا لأطفال الشوارع لا لأمية تمام بالإضافة إلى برامج التربية الفيجابية المتعلقة بالألف يوم الأولى في حياة الطفل وإزاي نقدر طبعا نوعي الأسر بأسديب التنظية والتربية دكتور عملية التأسيم للأسر ويعني تحديد أوجه الرعاية لكل أسر على حدة يعني أهمية هذا الموضوع كيف ترى أيضا إذا كانت هذه الحاملات وهذه البرامج بتوجه إلى فئة مهدد فضة يعني وزارة التضامن عندها قواعد بيانات متعلقة بالفئات المتحدة فأنا عايز أقول لحضرتك برنامج تكافل قرامة بس أعتقد أن وزارة التضامن قدرت تعمل قاعدة بيانات قابلة للتحديث فيها 37 مليون مواصل من نصري يعني نتكلم حوالي مثلا حيا مش أقل من 7 مليون كسرة ولا حاجة بالتعامل معها وزارة التضامن للفئة ومتقدم خدماته ثالث الأسر موجودة وبياناتها موجودة لدى الوزارة ولكن نحن نستهدف الأسر لحدود الداخل الغير قادرة على شباحت إيجادة الأسرية وبالتالي هم تقدموا إلى برنامج تكافل وكرامة البعض يستفيد من الدعم النقضي المشروط والبعض الآخر في قوام الانتظار أو لا يستحق ولكن برامج التوعية وبرامج الوعي تستهدف كل الأسر على الإطلاق سواء أسر المستفيدة من تكافل وكرامة أو المعرضة للخطر اللي عندها تقدمت ولكن لا تنتظر عليها للسروط فبنقدر نوصل إلى هذه الأسر بسهولة جدا لإني بياناتها بالكاملة موجودة عند وزارة التضامن الاجتماعي داخل كل محافظة هي القرى كمان وطبعا بيتم تحديث القرى بالتعاون مع الجهد المركزي التاب العم والحفظة ووزارة التخطيط هذه القواعد البيانات موجودة سواء بالنسبة للقرى أو بالنسبة للفئات اللي هي مستهدفة من هذه البرامج فالتفنفات موجودة لكن نوعية البرامج بقى يعني مش كل الأسر على حدة يعني برامج بتستهدف بالوعي بس برنامج بتستهدف أسر بتستهدف التنسيط الابطادي أسر بتستهدفها بحلومية قبل ما ندخل في عملية التصنيف وتأثيره وأهميته على كل أسر على حدها دكتور هل من خلال قواعد البيانات هي بتتعرف الحملة والتابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية على الأسر وبتقوم بتصنيفها ولا أيضا من خلال تقدم هذه الأسر للأجهزة المعنية والتابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بتحديد احتياجاتها لا طبعا الأسر بتتقدم وبنتعرف على احتياجاتها سواء إن هي تتقدم بشكل رسمي عن طريق الطلب التنسيلي اقتصادي وبنيعرف طبعا في الطلب ده بنيضا تتعرف على كل بيانات الأسرة عشان بيضا يتقدم عشان يحصل على دعم نقدي فبنياخد كل البيانات المطلوبة وبنيدر احتياجات الأسرة وبنيضا نقدم خزمة من الخدمات ولا يسا فقط تنسيلي اقتصادي ده كان أحد الأليات لكن هناك ألية أخرى وهي الرائدة الرفية احنا عدينا عدد كبير جدا من الرائدات الرفيات متشرين على مستوى العزب والنجوة والقرى والأحياء المصرية وبنظر من خلال الزيرات المنجرية وحملات طرق الأبواب التي بتحصل لهذه الأحياء نظر بنعرف على احتياجاتنا نتعرف على احتياجاتها وبالتالي بنقدم الخدمات المطلوبة في ضوء احتياجات الفعلية للأسرة المصرية هل الخدمات يا دكتور هو دعم مادي فقط أو ساعات بيكون مع بعض الأسر دعم مادي فقط أو دعم مادي وعيني أو دعم مادي وعيني من خلال تقديم أوجه رعاية واستثناءات محددة أو معينة لهذه الأسر زي ما قلت حياتك من شوية أن كل أسرة بيبقى لها احتياجات مختلفة ولكن هم بيتقدموا فقط دايما للتبكي الاقتصادي يعني ما فيش حاج يتقدم ولك بالله أنا ما عنديش وعي عايزة وعي محدش بيقدم كده لكن هم يتقدم لي أن طلب التعم النقدي وإحنا من خلال هذا الطلب بنترس حالة الأسرة واحتياجاتها وبالتالي بنقدم أثير خدمات وفق احتياجات الفعلية لألمواطن لكن طبعا فيه دعم اقتصادي واضح جدا فيه برامج للتربية الإيجابية فيه برنامج للدعم العيني يمكن تحتاج إلى سلع فيه مساكن تحتاج إلى عدد ترفيق يعني ترفيق كهرباء وغاز طبيعي ومياه شرب ناطية وصف صحي كل ده طبعا احنا بندرس الاحتاجات العامة والكلية للأسرة المصرية أنا عايزين نقول أن الثكوب اللي بيتقدم بيه خدمات الوزارة هو الثكوب واسع شوية مش بتطلب بس الحاجة الفئوية والحاجة المحدودة ولكن احنا بيتم التركيز على احتجاز عام سواء احتياجات مادية أو احتجاز تعالبية أو احتجاز ثقافية أو احتجاز طوعوية وبيتم هذه الدراسة ويقدم خدمة متكاملة لهذه الأسرة لأن قطاعات الوزارة وزارة التضامل الاجتماع بتتكامل مع بعضها عشان تقدم تقدم خدمة متكاملة لأن ما فيش اتقطاع بيشتغل لوحده وبالتالي هنا عملنا مبادرة ما فيش قطاع في الوزارة هو اللي بيقدم الخدمة لا ده مبادرة بتتبنها وزارة التضامر الاجتماعي تحت رعاية الفائد الرئيس وبنظر بيقدم هذه الخدمات للوصلة المصرية طيب دكتور هو ايضا في المرحلة التانية لحملة بالوعي مصر تتغير للافضل بيتم توجيه دعم للمشروعات الصغيرة ومتنهيد الصغر كيف ترى اهمية هذا الدعم على هذا النوع من المشروعات والعوائد اللي ممكن تعود على الطرفين سواء العوائد العامة على الدولة أو العوائد الفردية على هذه الأفراد أو قامين بالمشروعات هو طبعا بزارة التضامر الاجتماعي لديها استراتيزية لحمال الاجتماعي دي بتقوم بتقديم الدعم النخطي المشروط من ضمن مشروطات الدعم النخطي مش بس لا تكافر مع أمية ولا تكافر مع عملة الأصفال ولا تكافر مع جوال كباكة للفتايات أو صحة عامة بالنسبة للأسرة ولكن هناك شرط مهم جدا وهو قدرة الأسرة على التخارج من الدعم النخطي يعني ايه تخارج؟ يعني أنا مش هقدر أقدم دعم نخطي أكتر من خمس سنوات للأسرة لابد أن المواطنين اللي بيحصل على الدعم النخطي اللي هو المعاشة تكافره كرامة يكون خلال من ثلاثة إلى خمس سنين قدر يعتمد على نفسه وبالتالي يحصل على مشروع إنتاج صغير يساعده في مسألة التعافي من مشكلة الفقر التعافي من الفقر المتقع ويقدر يعتمد على نفسه في إشباق احتياجاته الأساسية فأنا بأديره خمس سنين ياخد دعم نخطي بس بشرط الخمس سنين دول يكون قدر يعتمد على نفسه فأنا عامل برنامج اسمه برنامج فرصة وده بيقدم مشروع إنتاج صغير وشروط إتمانية غاية الأهمية وغاية التسليلات الموجودة عشان يقدر ياخد قرد صغير طبعا إحنا مش بتقول قرد يعني فلوس عشان يبقى زي باقي البرامج لكن بديله مشروع إنتاج صغير يقدر يجيب منه ما يحصل عليه من الدعم النخطي علشان يقدر يتخارج من هذه الاستراتيجية أو من برامج الدعم النخطي يقدر يتخارج ويعتمد على نفسه طبعا عايز أقول لحضرتك وزارة التضامن هنا بتتبنى سياسة التمانية فريدة في الحقيقة وطبعا شابولي وزارة التضامن الابتماعي لهذه السياسة المتابعة لحد من الفقر عن طريق المشروعات الإنتاجية الصغيرة لأن احنا بنتي لو الأسرة بتاخد عشرة تلات كنين علشان مشروع إنتاج صغير فلو ستدت خمسين في المئة ممكن في القرد اللي هو خمس تلات كنين بيتم إعفاقها من الخمسين في المئة التانية مش هقول إن أنا هاخد منه بقى فوايد لأ ده أنا هسيب له كمان من الأصل المبلغ خمسين في المئة ممكنته بس بشرط الأساسي إن يكون قدر يعتمن على نفسه ويتخارج من الدعم النقدي وطبعا المشروعات المشروعات المستهدفة الوزارة يعني المشروعات المستهدفة بتحقيق الأمن الجزائي والزراعي مشروعات زراعية ومشروعات الإنتاج الدجيني والإنتاج الحيواني والهندي ميت علشان أقدر أشبع الاحتياجات الأساسية للسوق المصري وأقلل معدلات التسيرات من الخارج وأرفع معدلات التصدير بعد طبعا إشباع الاحتياجات ويكون العرض في السلع مساوي الطلب نعم دكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم أنا بشحر شكرا جزيلا على هذه المدخلة وبينضم إلينا مشاهدين الكرام دكتور ياسر شحاتة خبير التنمية المحلية والمستدامة دكتور ياسر تحياتنا فانا تحياتنا حضرتك ومشاهدين الكرام يعني دكتور بنتكلم عن حملة بالوعي مصر تطرير للأفضل كنا بنتكلم عن شك فيه هام جدا في هذه الحملة إنها بتوجه دعم لفئات أولى بالرعاية من جانب تبني مشروعاتهم الصغيرة والمتنهية أو توجههم لعمل هذه المشروعات أعرف من حضرتك يعني أهمية هذه المشروعات بالنسبة للأفراد والدور اللوجستي تحديدا اللي ممكن تقوم به هذه الحملة لخدمة هذه الأسر وتوجيهها في تنفيذ هذه المشروعات شوف يا فندم أي استراتيجية قومية أنت يجب الدولة وتضيف من إما للاقتصاد من قوم إما مضافة أنا النهاردة لما مهتم بالأسر أعيب وعي إن أنا عندي مشكلة غالية في الأهمية دول بتواجه العدو الأكثر ألا وهو الحق فبنبقى عندي أسر أولى بالاحتياج أو أكثر احتياجا وكمان عندي أسر أكثر أكثر احتياجا فبدا تتدول من خلال الاستراتيجية القومية بالتكافل الماعي وإزاي أنا أحسن من دخول هذه الأسر من خلال إزاي أدعم هذه الأسر بدأت تتدول المصنع من خلال عرضها للمبادرات من خلال عرضها للشق الاجتماعي والاقتصادي في نفس الوقت إزاي أوفر فرص عمل ولكن فرص العمل هنا هتختلف شكرا وموضوعا ليه لأننا النهاردة لابنعمل على التميال الاقتصادية وتوفير فرص عمل للأسر الأولى أو الأكثر احتياجا فدأت أشتغل على أمر منهاجي سليم ألا وهو المشروعات الصغيرة المشروعات مكنهية الصغر إزاي ما أجعل من الأسرة المصرية ده الأكثر احتياجا المرأة المصرية في هذه الأسرة تشتغل حرف يدوية تساعد نفسها في نفس الوقت تخفص العيد عن كاهلها من سلال مصادر الداخل بدأت الدولة وإمكان سيابطة الرئيس أكد مرارا وتكرارا على بناء الإنسان المصري تبقى أهتم بالإنسان المصري وابني الإنسان المصري إزاي أبدأ من خلال تكافل وكرامة ورامج توسيل حماية اجتماعية المبادرات الحقيقية بقى اللي نزلت على أرض الواقع اللي بتقول إن أنا عندي أسر أولى بالإحتياج أو أكثر إحتياجا أبدأ الدولة المصرية تبدأ ليه؟ لأن أنا لبيبع عندي مشروعات صغيرة ومتنهيط الصغر للأسر اللي أبدأ الفئة دي تحديدا إن أنا أعمل عندها هي عندها جزء فني لكن ما عندهاش الجزء اللي يقدر يشتغل من الناحية الاقتصادية أو من ناحية البزنس يعني التسويق والخبرات المعانية في المجال وأم الحصول على بعض المواد والأوليات أو تجهيز الأماكن يعني وجه الدعم يا دكتور بزنس نعم وجه الدعم هنا الدعم الدعم بالجيف دي إن أنا الأسر دي من خلال المغادرة إن أنا في حاجة عندنا اسمها برافط الجدوة الاقتصادية نعم برافط الجدوة الاقتصادية دي شبل كل الأمور من إيته زي بنانا إزاي يبقى فيه مكان والمكان يبقى فيه ميكانة والميكانة بقى طبعا مع يعني الميكانة هنا بش هتبقى مشروعات كبيرة بحتبقى مشروعات صغيرة صغيرة أو متناهية يعني نعم بالضبط كده يعني أنا ممكن يكون مكينة خياطة أو اتنين مكينة خياطة داخل المنزل يبدأ أعمل زمان كنا كان فيه حاجة عندنا سماء شؤوني الاجتماعية كانت بتاخد دور إيه أن تعمل المشغل المشغل ده لتشغيل الفتيات لشغل تركوب والحيرة في اليدوية نعم هتبدأ النهاردة بك على قبر متطور بقى متطور زي كان شؤوني الاجتماعية في التمانينات أو في بداية التسعينات كانت بتدي دعم كتكافل وكرامة بس كانت بصورة تانية خمسون جنيه كانت الأسر الأكثر كانت تتلفز على هذا المبلغ في وقته كان بسيط بس كان بيحرك التعرض بدأ في الدولة المصرية في مصرح تكافل وكرامة يبدأ مبلغ موجود يمكن سبت الرئيس قال إن أنا بدعم الأسر الأكثر احتياجا وتكافل وكرامة وبعد شوية بنتوسع وبعد شوية بكلام استراتيجي بنتوسع يبدأ هنا الدعم بقى هرجع لموضانك الدعم الليجيسي إن زي الآلة اللي حضرتك وحضرتك في الأسر الأكثر احتياجا هتشتغل بيها إزاي يبقى حضرتك تخرج لي منتج تقدر تبيعه لمصدر رفض إزاي تعمل المشروعات المشروعات المغزية للمشروعات السبيرة يعني إحنا بيبقى عندنا بطلع في جنب ورشة أنا بعمل إيه بقى أنا بعمل داخل وبتساعد الدولة من خلال مجهوداتها الإستشارية كفعرف أو معرفك إن إزاي حضرتك تشتغل ووطرك حضرتك عندك ذكر أنا عندي تمويل أو أخذ هذا فكرتك هتشتغل فيه هو حضرتك بتسهم في شغل شكل فني وشكل عملي أقدر من خلالها أقدر أساعد حضرتك إنك تشتغل في داخل المنزل في نفس الوقت بعد شوية تتوسع بعد شوية هتاخذ حضرتك مكان المشروع ده هيكبر حضرتك بدل ما تبقى الصاحب بدل ما تبقى بتشتغل يعني بتكون المساندة يا دكتور مرحلة مرحلة بداية من طرح الفكرة والاستعداد من جهة المتقدم ثم دعم اللوجستي من جهة الجان مانحة أو الوزارة ثم متابعة المستمرة يعني والثمان تسويق نعم ده كمان بتتعدوا على التسويق وبعد التسويق التسويق المحلي ده أنا بسعط حضرتك على قانوات توزيع كبيرة بقيت حضرتك بكل بساطة دخل اللي وحدك بقيت حضرتك صاحب عمس وأنه نهاردة بانظر أنا لما بأقل بقول إن أي استراتيجية قومية بتنتهيبها الدولة بتضيف لإقتصاد القوم الكريمة مضافة أنا ابتدت فترة النهاردة بعد سنة ببقى الفكرة تتطور يبدأ الداخل يزيد يبدأ الرجل اللي بيشتغل اللي ما كانش فيه شغلة أو مصدر مصدر رزق لا بقى يشتغل بقى فيه عند بيجيله بيجير عائد بيجيله بعد شوية بيشغل ثلاثة أربعة ويتوسع بقى صاحب عمل بعض ده على البطال على الحد من البطالة دكتور والبعض ده أيضا وتأثيره على المنتج طبعا وبالتأكيد طبعا الاقتصادات في الدول بترتقي من خلال الصناعات الصغيرة والمتناهية دي فالتأثيرين على المستوى العام والخاص أيضا أي دولة بتريد التقدم وعندنا ألمانيا على سبيل المثال بتريد التقدم لديها مشروع مخصص أو برنامج مخصص المشروعات الصغيرة والمتوسط أنا هنا أبدأ من خلال المشروعات الصغيرة وأنا عندي مشكلة جديرة جدا عندي فجوة في الميزان التجاري عشان أتكلم في الميزان التجاري وأقل للفجوة يمكن سيد الرئيس في بداية 2019 كان فيه اجتماع مع المجلس الصنصيري وكان عندنا مشكلة للمصدرين أنا كل اللي عايز أوصله بساعتك والإستاذ المشاهدين أن أنا كان عندي مشكلة في 2018 فجوة في الميزان التجاري واجهناها بتطورنا للصناع وتعميق المنتج المحلي عشان يحل محل الواردات نعم اللي حيجعل من الميزان التجاري وإحنا بنستهدف كانون 24.8 مليار دولار حجم صدراتنا أو في فجوة تقدر ب45 مليار دولار في الميزان التجاري في نهاية 2018 إحنا نهارها أو من خلال الاجتماع مع المجلس الصنصيري وخطواتنا نحو تعميق الصناعة والمتاج الصناعي وأننا أقل للواردات بتاعتي إن أنا كمان أستهل عملة أوفر عملة صعبة إزاي إن أنا أتحرك كانت حركنا لهذه الأمور لتنزيل كافة العقبات وإذا بقى بشكل عام لتنزيل العقبات للسادة المصدرين وأعمل برنامج تحفيز الصناعة وأعمل برنامج رب الإعباءة التنظرية للمصدرين وتاعد الدولة المصرية إن صدراتنا اللي صدراتنا بتكون أكبر المنتج المحل لتعميقه كان أمر واجب بحركة الدولة لهذا النصر في هذا البرنامج هي المشروعات الصغيرة يعني يقول لها ندر دولة دكتور حالة بتعبير بسيط حلقات متصلة ببعضها البعض خدمة اجتماعية وتوجيه رعاية من الدولة للأسر الأولى بهذه الرعاية وفي نفس الوقت هو انعكاس على مجمل الاقتصاد ومخرجاته دكتور ياسر خدمة اجتماعية خدمة اقتصادية خدمة ستية محلية اقتصادية ستية محلية اجتماعية ستية محلية لتطوير من شأن العنصر البشري من خلال التعم الكامل من الدولة لأثناءها وده حالة تواصل كبيرة نهجها او ان احنا بتتكلم عشان احداث تنمية مستدامة حقيقية بخلال العنصر البشري للعنصر البشري نعم دكتور ياسر شحاتة خبير التنمية المحلية والمستدامة انا بشكرا شكرا جزيلا على هذه المدخلة نتعرف على بعض الاراء اللي وصلتنا على همزة تواصل اي جي على مواقع التواصل الاجتماعي في حول هذا الملف بالوعي مصر تتغير الى الارضل اول مشاركة معنا من الاستاذ احمد سالم بيقول حياة دولة بتبذل مجهودات كبيرة في برنامج الحماية الاجتماعية ببرامج الازمة الاقتصادية العالمية اللي ان الدولة نجحت في الحفاظ على الاسر الاولى بالرعاية كما ان عادة هيكلة برامج الدعم يحقق اكبر استفادة فردية وقومية تعود بشكل مباشر على المواطنين استاذ هناء محمد بتقول ان الدولة بتسع لحماية المواطنين الاجتماعية وترسيخ قاعدة التكافل وبناء قاعدة بشرية على قص موضوعية وعلمية فالدولة بتعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية المواطنين من خلال تدخل تدخلها فيه عدد من برامج الحماية الاجتماعية واللي بتعمل على تكافل وكرامة حيث اخذت مصر فطوات جادة تجاه هذا الموضوع الا اننا وصلنا الان الى محور خاص ببرامج الحماية الاجتماعية بيصل الى 25 مليار جنيه طبعا ده بيحمل على الموازنة الدولة هي عايزة تقول كده فيما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة حفظ الله ومصر واهلها السيد محمد حسن بيقول بتسع الدولة المصرية لتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية تشمل القصر الاولى بالرعاية فان الدولة المصرية حريصة على توجيه الدعم للفئات الاولى بالرعاية برغم الازمة الاقتصادية العالمية اللي تشهدها كل دول العالم خلال الفترة الراهنة سهاز عبدالراضي حجازي بيقول هذا رقم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير كل الدعم للقصر الاولى بالرعاية لشانة وزيرة تضامن المرحلة التانية من حملة بالوعي مستطغير الافضل لتقديم كل اوجه الدعم للأسرة الاولى بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية اللي بتقدمها الوزارة وبتشمل تدخلات تقديم مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية وبرنامج مصر برنامج مستورة وبيشمل محور التمكين الاقتصادي وتقديم المشروعات متنهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع شركات قطاع الخاص في تقدم وقيادها هي لصالح تقدم الشعب هو بتاكيد في تقدم مصدهار دائما مصر مشاهدينا دي كانت مجموعة من المشاركات على همزة وصف اي جي على الفيسبوك حول بالوعي مصر تقدم الى الافضل خلينا نخرج لفاصل ونرجع نستقبل المدخلات الاتفاق بكم معنا برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي يهدف الى بناء الانسان وتنمية المعرفة والوعي حول 12 قضية تهم الاسرة المصرية العمل كرامة ومستقبل التعليم قوة في اي عمر صحتك ثروتك انت واسرتك اتنين كفاية نقدر نحول الاعاقة طاقة النظافة صحة وسلامة انت اقوى من المخدرات نربي بامانة من غير اهانة خيتان البنات جريمة جوازها قبل 18 يضيع حياتها بلدنا مركب النجاة كلنا مصريون تنوعنا قوة خليك واعي خليك وعي شاهدين رجالنا لحضراتكم بعض الفصل تعرفنا في الفصل على جوانب متعددة من اشكال الخدمات الاجتماعية والحملات اللي بتوجه لمختلف المحافظات من اجل الاسر الاولى بالرعاية وايضا لنشر الوعي حول ملفات هامة ومؤثرة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى التأهيلي والتعليمي والتطقيفي لمختلف الاسر بكافة مستوياتها في مجال وفي المرحلة الثانية لحملة برنامج وبالوعي مصر تتقدم الى الافضل بينضم الينا دكتور رشاد عبداللطيف استاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان يعني دكتور رشاد تحياتنا فإننا أهلا أهلا بيك وكل الشكر وكل التعديد بيك يعني دكتور حملات وبرامج متعددة بتوجهها وزارة الشؤون الاجتماعية والعديد من الوزارات الأخرى والجهات المعنية عن تحقيق بتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمجتمع المصري وأيضا يعني تقديم أوجه الدعم والرعاية لمختلف الاسر شام حزاك في مجمل هذه الخدمات وبالتأكيد في موضوعنا النهاردة بالوعي مصر تتقدم والتغير للأفضل يعني تأثير هذا على واقع المجتمع المصري وعلى الخطوات التي يمكن تحقيقها في إطار التنمية المستدامة أولا كل شكر لك لأن كل سيادتك أشرت ليه هو يتصل ببرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وأنا بقول أن موضوع التضامن الاجتماعي وكافة المؤسسات أو الجماعيات الأهلية المشاركة في هذه الأنشطة التي تهتم بالأسر الأولى بالرعاية هي بتركز على قيمتين أساسيتين القيمة الأولانية هو احترام كرامة هذه الأسر وعدم وقوحها في العوز أو في المشاكل التي يمكن أن تؤدي بها إلى أضرار تهدد بناءها الاجتماعي الحتة الثانية أن ضمان وكفالة أو التزام الدولة والتزام المؤسسات والتزام القطاع الحكومي أو القطاع المدني بأن ينقل هذه الخدمات إلى عدد كبير جدا من الأسر ليس على مستوى محافظة القاهرة ولكن على جميع محافظات مصر والسيادتك كما أشرت وكما أشار الكلام أو التقرير الذي يعني اسماته أن حكفي أكذا خدمة لكن الاهتمام بقضايا التعليم وبالتالي شفنا كثير من المبادرات في وضعات أضام الاجتماع وبصراحة الدكتورة نبين القباج كان لها ضو كبير جدا في مادة هذه العملية وربطت ده بخدمة تانية على طول مباشرة المجتمع بيعاني منها حاليا وهي تزايد السكان وبالتالي بتقول أن اتنين كفاية وبالتالي حينما يكون هذا الشعار مرفوع يربط ما بين تقديم الخدمات التعليمية وبين الحد من الزيادة السكانية ده شيء جميل حاجة لخدمة تانية الخدمات الصحية اللي هي بدأت بسيادة الرئيس عفتاح السيسي حينما أعلن قضاء على فيروسي وغيرها من الخدمات كان معظم الذين استفادوا من هذه الخدمات في ريف مصر وبالتالي تمدت شبكة الخدمات إلى كافة الأسرة الأولى بالرعاية والتي تحتاج إلى هذه الخدمة بش كده بس مياه الشرب بنجد أن مياه الشرب إحدى الخدمات لأنه كنا بنشوف ونقولوا فيه مياه يعني غير سليمة وخدمات الصرف الصحي والتي كانت موجودة في محافظة الجيزة وغيرها من المحافظات وفي سهاج وفي أسيوت وفي ألمينيا دي خدمة أيضا من الخدمات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية أيضا فيه خدمة أيضا اللي هي عملية العمل أني أنا مش ممكن يعني أرتقي مستوى الأسرة إلا لما يكون الأفراد اللي فيها غير عاملين يوفر لهم عمل خاص بيهم أو من خلال المشروع الخاص بيه اللي هو المشروعات الصغيرة ومد عمليات التمويل إلى كافة هذه الفئات التي يمكن أن تستفيد من القروض الموثرة وأيضا أنها تستفيد يمكن أن تستفيد بمجموعة من الحرفة التي يدرب عليها الشباب ويستطيعوا أن يفتحوا مشروعات يمكن أن تخليهم يعتمدوا على أنفسهم بدلا من أن يلجوا إلى المؤسسات لطلب المساعدة فأيضا مش نفس هذه المشاكل أيضا فيه مشاكل كون بتهدد مصر زي مشكلة الهجرة غير الشرعية لما نلاقي أن كثير من الأسر في الأولى بالرعاية كان أولادها بيسفروا إلى الخارج أصبح حينما يكون لهم مشروع صغير أو أصبح حينما يوفر لهم مجموعة من الفرص أيضا دي مجموعة من الخدمات التي أيضا أتركت عليها الحد من ظاهرة الهجرة للخارج أيضا خدمات التموينية والسلعة التموينية وأعطاء كرتونة رمضان أو كرتونة لمساعدة الأسر في ظل الظروف التي يعيشها الأسر حاليا دلوقتي واللي الريس بدأ يؤكد على كثير من الشباب بفتح منافذ وعلى الكثير من الهيئات أنها تشارك بفتح منافذ لتقديم خدمات غزائية أو خدمات تموينية خاصة بالأسر الأولى بالرعاية كنت هذه خدمات يعني أنا قلت يمكن حاجات قليلة لكن أنا بقول حضرتك أن كثير من المشروعات يمكن أكثر من 3000 مشروع تحت برنامج تكافل وكرامة وأيضا تحت الأسر الأولى بالرعاية وفي كافة محافظات مصر وطبعا مهما تحدثت فأنا لا أستطيع أن أغطي كافة هذه المجالات ولكن يهمني ثلاث مجالات أساسية التعليم والعمل وأيضا الجانب الخاص بالصحة طيب خليني نتكلم ونضيف مجال تاني في دقيقة دكتور رشاد رجال يعني أيضا تحت مظلة تكافل وكرامة في إطار بالوعي مستطرير إلى الأفضل هناك تقديم دعم مادي لصورة معاشات تكافل وكرامة لبرضو الأسر أو الأفراد المستحقين لهذا النوع من الدعم يعني عموما على مستوى كل هذه الخدمات وكل هذه الأوجه من الدعم اللي بتوجهها الدولة كيف ترى التسيرات التي تقدم للمواطنين للحصول على هذه الخدمات دكتور أنا بقول لحضرتك وانت بتتكلم فكرتني بحاجة مهمة جدا جدا في القصة الأولى بالرعاية اللي هو فئات دول همم أو الكبار السن وأنا بقول لحضرتك في كثير من الخدمات التي تقدم حاليا لكبار السن سواء كانت في المواصلات بالمجان أو أيضا في كثير من السلع بتقدم بأسعار مخصدة وفي برامج الدعم النقضي اللي هي عن طريق كرامة المواطن وحفاظ على كرامته بدل ما يلجأ إلى الآخرين بنجد أن هذه البرامج التي تخفف عن كاهل هذه الفئات سواء كان كبار السن أو دوء الهمم أو المرأة المعيلة دي كلها فئات يمكن أنا ما تكلمتش عنها فيه معرض كلامي لكن إذا تكلمنا عن هذه الفئات بنجد أنها شملت الأطفال وشملت الشباب وشملت كبار السن وشملت المرأة المعيلة والمرأة المعنفة وكل ده بتقدم له كثير من المساعدات حاجة تانية كمان احنا عندنا في الجامعة الجامعات انشأ فيها مكاتب للتضامن الاجتماعي ودي بتلعى الشباب اللي هم يستطيعون شدفع المصروفات الدراسية وبالتالي أصبح هناك انتداد إلى حماية هذه الفئات ككل نعم ويمكن أن أقول حضاك شبكات الدعم دي وشبكات الحماية الاجتماعية لا يمكن مهما يمكن مهما تكلمت لا أستطيع أن أكفي هذا الموضوع ولكن آخر حاجة أقولها سيادتك برضو مشروعات الإسكان إسكان اللي هو طبعا المأوى الخاص بالأسر وبالتالي كل دي مشروعات يمكن من خلالها أن الأسر تجد مأوى لها يستطيع من خلالها أن تعيش في مسكن آمن وأظن القضاء العشوائيات وغيره نعم كل هذه المشروعات يمكن أن يعني ترتقي بالمواطن وأيضا المشروعات الخاصة بشغل وقت الفراغ سواء كان للشباب أو للمسنين طبعا دي كلها خدمات أنا مش بقول أنها يعني خدمات يعني جديدة أو حديثة ولكن هو تعميق للخدمة وصيانة في إطار في إطار نفس نعم يا دكتور في إطار الحملات الموجهة ومتعدها ذكرت ربما بتقول هناك حوالي 3000 مشروع في هذا المجال وبالتأكيد حصرها في نقاش أو جال برنامج يعني بالتأكيد بيكون صعب لكن دكتور أستاذ عبداللطيف في النهاية أستاذ تنظيم المجتمع بجماعة حلوان بشكو حيك شكرا جزيلا على هذه المدخلة ومشاهدين الكرام يعني من عديد من الحملات والبرامج الموجهة إلى الأسر الأولى بالرعاية بالفعل بالوعي وحملة بالوعي مصر بتغير إلى الأفضل هي بتقدم كما استوضحنا من خلال ضيوفنا العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتوعوية والتربوية وكلها في النهاية أيضا بتصب في مجال الخدمات الاقتصادية والخدمات التنموية كانت هذه حلقة اليوم من برنامج همزة وصل إلى اللقاء غدا ملف جديد وفارق عمل جديد دمتوا في عمل الله اشتركوا في القناة